اشتركوا في القناة 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 ده هو الحب بس الحب حاجة والجوز حاجة تانية فهمني بقى انت بتحب عشان تتجوز ولا بتحب والسلام عليكم ورحمة الله والله بحب وعايز اتجوز وعايز اتجوز دينا تحديدا بس مصد كمان البت معزورة ولازم ما تصدقكش لا حوله ودقات إلا بالله زائد الفرق اللي بينك وبينها ده يخلى تتشاكك في القمر كله انا عرف كل الكلام ده بس انا اقولي المفروضة عامل ايه ده مش راضي حتى تديني فرصة بينلاقي احساسي شكله عامل ازاي من الحيتة ومش هتديك الفرصة واضح من كلامك ان البت مترضية وكرامتها في السماء ايه ربما شوف انت تاخد بوكيه ورد شيك وحيد وتعزمها على العشاء في مكان هادي ورومانسي وتفتحها في الجواز على طول اي كلام غير الجواز مش هتسمعلك وفي نفس الوقت لما تسمع هي موضوع الجواز الدنيا كلها هتفتحلك البنات كلها تحبك حكاية الجواز دي يتموت زي يعنيها انت متأكد يا عامل اسمع كلام عامك وعمل اللي انا بقولهلك بالزبط حاضر ده اللارش فضلي انت تاني قولي عاشر ما بعدش والله او زي عايز اشتري هدايا عاوز مني ايه حادي خلقك بس شوية اولا هابي بالنتاينز دي ثانيا انا بقالي تلتة اسابقة بحاول اكلمك وانت من طنشانة خالص بس المرة دي بقى انا مصمم بقولك ايه وينفع شوفك بعد الشغل عايز اوعد اتكلم عاجبكيش ولو يا سيت الكلام ما عاجبكيش او قاعدك انك عمرك ما تشوفيهش تاني يا اهلا يا اهلا يا غاشا يا اهلا ما يخذيك يا اهلا ما ساك خلي باليكم الاساس يا دي ها قلت ايه قلت تفضل امشي من هنا طيب بقولك ايه في محل جنبكم هنا اسمه بول انا هحكي ستراويزة واستعماكن اخرج بقى هاي باي قدالك انا شايفة على وشك كده ابتسامة فرحة لا تكون فاكر نفسك جبت رجلي ولا حاجة انا جاية بس عشان اقولك انك بقيت حاجة مزعجة جدا في حياتي وانه ايا كان اللي هتقوله انا مش موافقة ولو ما بطلتش تطردني وديني لأقول لأهل ومش بعيد كمان عمللك محضر هي الدنيا سايبة ولا ايه خلاص خلاص لكلامك اسمعيني بقى انا اسمي كريمة عبد دكتور امراض ناسية وبصراح انا بتاع بناتك وبحب البنات الحلوة لزيك كده بس طريقتك وشخصيتك خلوني مفكرش في اي حاجة يرفيكي وبقى عندي استعداد اعمل اي حاجة بس عشان تبقى لي ابقى ليك؟ يعني ابقى ليك انت فكرني ايه واستاذ؟ ايه دي بس من غير عصباتنا انا عارف كويس ان انا بتكلم مع واحدة محترمة وبنت ناسة علشان كده بقولك انا عندي استعداد اجاهة بالاهلك واتعذب لك انت بتقول انك ما شاء الله عليك دكتور قد الدنيا واللي معاك برا دي مش عربية دي مركب فضائي هتبص الواحدة بقى ليه من دكتور للميكروباس ومن ميكروباس للدكتور هتعيف تجنيني؟ بص انا اقولك حاجة من غير ما اتحك عليك انا لما شفتك فكرت يعني ان احنا نقضي مع بعض وقت لطيف كده وخلاص لكن لما شفت قد انتي محترمة وحافظة على نفسك وكرمتك لقيت انك ممكن تبي افضل زجالية يعني فرقش معاك كتير قوي الفلوس اللي انا صرفتها في المحل ولا عربيتي بسبور ولا ولا مظهري معا ان الحاجات دي بتوقع بقنات كتير قوي مايبيركبوش اللي اغلى العربيات وبصيفه كل سنة تقريبا في اوروبا ومش نقسهم ولا حاجة طب بزنتك الاقي فيين واحدة باحترامك ده بصي انا عايز واحدة تصني تحفظ غيبتي والاهم من ده كله ان اعرف احبها وانتي من النوع لان اعرف احبها كلامك حلو قوي بس مايتصدقش انت مجنون؟ لا بحبيت فلندان تس the end with a good فلندان conclusion تقريبا يلا يا ماما اييه ده ايه واعتول اننا ووسلنا اي testosterone ده بيت على رستك كارينة يا أماما称 نعيدوا من اول تاني ايواء احبابتي هو ده يلا بأ شعر فأقولك إيه الله يسمحك هاي سامحني إن شاء الله الله يسمحك يا كريم هاي سامحني هاي سامحني أهلا وسهلا أهلا وسهلا إحنا ظرنا النبي النهاردة طيب والله والله إحنا متشرفين بالناس الباب بس أنا كمان نديك وجوهرة أي والله يا حج أم كريم ست بيت وتربية وأخلاق جوهرة فعلا أم متولدت كان نفسها سميها جوهرة بس أمها بقى مرديتش يا ما شاء الله باين عليها ده حتى الدكتور كريم دايما بيشكر لي فيها مالأمورة الصغيرة بقى بتدرس إيه دعاء بنتي دخل معهد فني تمرد إن شاء الله آه ما شاء الله ما شاء الله ربنا يخلي ربنا يخليك يا استهاني طب نقرأ الفتحة بقى يلا اشتركوا في القناة 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 طوضيب وتنظيف ده في حد ذاته شيء صعب ما بالك بقى وانت حامل طب هو أنا يعني كنت جيت اشتركتلك ولا مرة قلتلي يلا نعرض مع بعض ولا نخرج قلتلك لأ أصنات عبانة ومش قادرة مين بيتسرق؟ ده رقم ما عرفش مين كنا عايز يحكز في العادة ولا حاجة طب ما ترد؟ نا وارد ليه ما في حد قاعد هناك هو اللي بينظم موعيدي كلها بقولك ايه؟ فكري بس في موضوع الشغلة ده أنا هنزل شوي عاد في المكتب اوكي؟ موسيقى 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 أيوة يا إبا أنا مش قلتيك ما تكلمنيش و أنا في بيت كانت فيها قوي ميسج و أنت كمان وحشاني جداً بكرة؟ هحاول بكرة كده أخطف ساعتين وعدة عليك ماشي يا حبيبي باي حبيبي هاي منا، هاي يا حبيبي سوري معلش يقفلت فوش، دي مكان كامبي وحش تكد إيه؟ موسيقى طب وليلي بقى سؤال سريع كده أنا لقيت لك دلوقتي الدنيا عندك تبقى مان؟ موسيقى 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 أصلاً يا ماما مش عايزة بين قدام دينا أن أنا متدائق من موضوع الشغالة ده بص إن أنا عرف انتْ بالدوائلن على واحدة مش عايزة تفهم بس أن ده تدخل منك يعني قوليلي صحيح صاحباتك لسه عندك ولا مشوا بس لكل ما بجيلك بيبقوا عايزين يعمل لهم كشف جماعي علشان كده قلتلك الدنيا عندك أمان ولا إيه أنا آسف أدينا آسف على أي لحظة بيئتك فيها أرجوك فوق يا رب يا ربش فيها يا رب إن أبي يا رب أقومها بالسلام يا رب يا رب وقف جنبنا يا رب وبعدين يا كرينا ما ينفعش كده أرجوك ممكن جد أن تبقى حاسة بيت دلوقتي قد هو مراد برا أنا كلمت وحاجة لو ألا حصل تعالوا نخرجه وسهل يلا شوفت يا مراد دينا بتروح مني حياتي كلها بتضيع استهدى بالله مش كده مش كده إن شاء الله حتقوم بالسلام كريم إنت لازم تتماسب وتبقى قوي فاهم ما ينفعش اللي إنت فيه ده أبداً إنت ما تعرفش هي واعت إزاي؟ لا ما عرفش بس كانت بيت عندها واحدة صاحبتها بس أكيد مشت قبل الحادثة إن لو كانت موجودة كانت سمعت صوت الوقع صوت الوقع كان جمد قوي قوي يعني كريم أنا آسف بس إنت عارف الحالات اللي زي كده اللي بيكون فيها وقعهم بلاكونة أو حاجات زي كده بيبقى لازم نبلغ البوليس لأن دي مسؤولية إنت شايف إيه؟ أنا مش قادر أتكلم مع أحد بجد مش قادر لو سمعت أدك أجل موضوع ده شوي بفي أشحي إيه؟ وكبال مش قادر أسيبها لوحدها مكانتش آخر ولا أول مرة تخني يا كريم دي كانت أبسط مرة بس كلكم بقى والرقاصة الأوكرانية دي كم تاني خالص عارف ليه؟ علشان شفتك بعناي اشتركوا في القناة يعني أنت متأكد من رقم الأوضة؟ يا بنتي والله العظيم بلاقي فيه من الصب آه في الأوضة فوق يالسلام نساء الخير؟ نساء النور يا فضل فضل لو سمعت أنا جوزي نزيل عندكم هنا اسمه دكتور كريم عابد أنا فضل هو تقريباً في قدوة 106 وأنا كنت حايزة نسخة من المفتاح لشان أنا عمل له مفاجأة النهاردة عيت جوازنا ماشي يا فني ممكن بس البطاعة؟ آه طبعاً أخير ب telesي آه ماشي شكراً بس اتفضل لي يا فن المبت recognize بسي المفتاحه يا فني ايه جماله الجودة دي شير 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 ما تكلميني بقى محلوتك شعير نا دينا موسيقى اخص هي دي اخيتها هي دي تصرفات ولاد الاصول يرضيك كده حجة مكريم لا طبعا ما يردنيش امال احنا جايين ليه ما تقولي حاجة يا ست فتحية هقول ايه بس وابوها قاعد ربنا يقدم اللي فيه الخير ويكفينا يا اختي الشر والغدر انا عارف انها غلطات كبيرة بس كل اللي بتمنى ان ربنا يغفرلي وانتوا تغفرولي انتوا عارفين انا بحب دينا قد ايه انا كل اللي بتمنى بس منتوا تقفوا جنبي وتساعدوني حضرتك اعتبارني زي ابنك انا لو ابني هو اللي عمل كده انا كنت موته بقدي دول الرجولة قدب يا أستاذ كريم من الاخر كده وبصراحة ومن غير لف ولا دوران اذا كنت فاكر يعني عشان انت بتساعدنا هتدوس على رقبة بنتي وكرمتها انا بقولك لا احنا صحيح ناس غلابة لكن كرمتنا فوق في العلالة وعلى عموم مش انا صاحبة القرار هي صاحبة القرار دقيقة واحدة يلا همودينة بالإذن يا اختي فضلي مو انا مش عارف دينا لو ما وفيتش هعمل ايه انت وعديني ان انت تساعديني يا حاضر بس المهمة تكون استوعبت الدرس كويس طلقني لا 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 ابعد عني ويك تلمس طب اسمعيني بس مش عادي اسمع حاجة مش عادي اسمع كلمة الطلاق اسمعي بس الراجل عاوز يقول ايه بس يا ماما ده رأي يا دينا طب اعمل إيه الحساب اسمعي اللي هلقوله لك كريم ولم جيت دي بقى مالاش خطر عندك لا يا طبي انت يقول لم جيتك دي انا مكنتش خرفت من قد بس انا مستهلش كنا من كريم ولا انت ايه رأيك استني يا بنتي بس يا ماما با استني لما نسمح هيقول ايه الكلمة دكتور انا بجد ندمان وبعتزلك على اي تصرف غلط حصل في حقك ومستعدة حلف قصاتكو دلوقتي ان ده عمره ما هيتكرر ياه خلصت كلامك هو ده بقى الكلام اللي كلكوا هيزلي اسمعه تقتلان يا كريم انا مش هايش مع واحد خالد ورمراف زيك انا لازم قطة ناثير وانت مالك 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 انا مالك انا مالك انا مالك 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 يا دينا طبعاً رجعاً بحاجة دينا حبلي طيب لا صنعاً تأبو سيدك لازم تعمل هاي تاني اللي سلميني امسك يا سولي شوت لباب يلا بابو عليك يلا يا ولد بص يا حبيب ما تيجي تشوت الكرة ها؟ شوت ابوش اجلك كده هتبقى ميسي بجد شوت كده ماشي؟ يلا وريني شكلك بطيخة يا سولي فعلاً؟ عادي انا كنت متوقع ان كل ده هيحصل اه لا لا مش مهم خالص طب بنتكلم بعدين باي باي دلوقتي امريك ما تتخير يا كريم امريك ما تتخير يا كريم امريك ما تتخير كريم كريم ايوه اطلع يا كريم بلعب مع سليم شوية بس خمس دقائق كريم ممكن تطلع حالاً؟ يا مامي مال بتجننه ولا ايه؟ تايل اوبا ها 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 عادي سنوة اجعنا لعب تاني اه؟ ها جاكل ليه عصبية قوي ايه حبيبتي خير؟ بتزعاي كده ليه؟ مين صاحبة الرقم لا؟ الرقم مش منسجل ما عرفش مين؟ سليم خش قدك حبيبي يا عين يا البراءة واحدة بعتلك مسجل تقولك وحشتني يا كوكي وحشتني شفايفك وعايز اسفر معاك السخنة زي زمان ما تحرفهاش صح؟ واضح قوي من الرسالة ان دي كانت علاقة قديمة وماليش بيها اي اتصال لأ تصدق اقناعتني؟ الكلام ده تروح تقوله الوحدة تانية واحدة ما قفاش تكشف قده مع ستة قبل كده ماليش لازمة بقى الكلام ده ما انتي عارفة كويس او ان انا بقيت بني قدم تاني الحقيقة التغيير واضح جدا واضح جدا كمان ان الرسالة دي مش موجودة اساسا اقولك الرسالة دي فوتشوب اه انت هتفضلي بقى كده في صخرية طول الوقت وكمان انت بقى مرية ايه تمسك التليفوني اصلا ومتفتش فيه انا بقى امسك تليفونك ومتفتش فيه وتمزك تليفوني بتاع ايه وتقفشني في حضن رجل قبل كده احترمي نفسك وتكلمي عيدل اضربني يا كريمي يلا اضربني مانا ما بقيتش استبعد منك اي تصرف واحد بقى مجنون خلاص الستات وكلاله دماغه ودافه اضربني يا كريمي انت بتضربني انا انت بجننت اخ راسي بقى ما ينفعش سليمي شوفنا كده حبينها قوي خايف على سليمي قوي يا غيبطة التمثيل بقى ايه تشتريت دي؟ والمصحف الشريف معرف عنها حاجة انا مستعدة اكلمها دلوقت وقت على السبيكر عشان تعرف ان انا ميش اي علاقة بيها انا ميش اعدالك في البيت يا كريم تلقني بقى حرام عليكي بقى يا دينا انا كنت مظلوم في الموقف ده يا دينا لكن كان ممكن اكون اهدى من كده كان لازم استحملك اكتر من كده بس انت غضبك وقتها كان علشان بتحبيني وبتغيري علي وكنت بتخافي من الغلطات القديمة معك لو كنت اعرف ان ايجي يوم واقعد في قدامك كده وانت في الحالة دينا تهيق لي عمري ما كنت ادقيتك لحظة في حياتي فوقي يا دينا فوقي انا مش ممكن عيش من غيرك يا دينا دكتور احمد دكتور احمد دكتور احمد في ايه يا كريم? طب هده تلي عادة صحبات تتخلص. بسرعة. خد بلوف بسرعة. بسي. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة. كريم انا مش هتحكي عليك. احنا صحاب. الحالة وضعها سايق جدا. اللي لدي بس تعدي على خير. بكرا ان شاء الله في كونسولتو تقيل قوي هيكشف عليها. اشتركوا في القناة. 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 وفجأة الحلوة دي وحشتيني أول انا كمان أول أول رجل ما نخش يلا تعال حلو الأكل طحفة أنا كان وحشن الأكل من يديك أصلا مع أن أكل القوتيل كان حلو كنت كل ما أكل أي حاجة حلوة أقول يا ريت دينا كانت تبقى معي طب إيه الفرق بقى من أكلي وأكل القوتيل اللي أكلك أنت أحلى طب يسأل إيه على فكرة أن بيتش أتبسط غير ونتم معي أي سفرية بعد كده لازم أجيبكوا معي أنت بيتبسط لي كده لي شكلك زي الأمر النهاردة مش النهاردة بس أنا زي الأمر على طول و بعد أن تعالي هنا عايز تفاهمني أنت في دبي ما شفتش ستات حلوة غالص ما شفتش ستات أصلا ليه إن شاء الله هجرو ما بقيتش أشوف ستات غيرك يا حبيبي مش غلبتني ومش عارف أرد عليك بس على فكرة بقى أنت ما سألتش على سوريل غير دلوقتي أنا عارف هو فين عند ماما لحيت قالتلك ما أنا اللي متفقل معاه أنا اللي مرتب كل ده نقض مع بعض اللي عادينا شوية بقى بجد يا كريم بجد أنت مش معا قولي يا نهار إيه سويد إيه خير في إيه سعاد سعاد إيه صاحبتك ألازم أتكلمت دلوقتي حقا طب خير طمينين مفيش جزح المجنون يا سيدي اتخنقت معاه وقررت تسيب له البيت وتجيب بيت هنا وبعدين لما شفتك نسيت كل حاجة لا أبوس إيدك الحقيقة بكلمه هو ربا ما تكونش نزلك بس لا رب أيوه سو إيه حبيبي إنتي فين نازلة من عن محور لا 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 خالص أنا بكلمك أتطمن عليك بشوفي ممكن تكوني كسلتي عشان اللي وقت تتأخر لا يا حبيبتي تعالي على مهلك أنا بستنيك باي باي كريمة أنا أسفة أنا مش عارفة أقولك ما عليش يا حبيبتي عظي وحش إحنا عندنا بكرة اليوم بطول وكمان إنا جاية من سفر تعباني ومراك لأ أنت بتقول لي كده عشان ما زعلش بس أنت حط نفسك مكان يعني عمل إيه هي جاية من الدقي مخصوص والوقت تتأخر أكيد مش أقولها تلف وترجع لأ ما ساحش طبعا أنا موضاش بقي كده طب أنا عارفة أن أنا دمي تقيل قوي بس أنا عايزة أعرف أنت هتعمل إيه دلوقتي أصلا هي لو شافتك هتبقى في نص هدومها هتعرف هتعرف مهم خلات خش كده وتغير هدومها ونا منتقى في القضة لفوق وأنا هنام في القضة اللي هنا أنا بكتب مش طلقة نفسي دلوقتي وعلى أنا لما قالت إنها تجيبت معي أبا صبت وقلت بدلا موت في بيت الواحدي بس هي تمشي على 8.6 هي قالت لي عندها مش غور خلاص حبيبتي انسي الموضوع بكرة عندنا اليوم بطولة أنا أخش عط في المكتب كده ربع ساعة النت وبعد كده أخش أنا كريم أنت مش زو علي أنصح لا يا حبيبتي هتعرف أن أنا بحبك قوي أنا اللي بقى موت فيك ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة حسرت دنيتي كمان اخرتي دينا مالك مكشرة النهاردة ووجوزك شبين في حاجة مزعلكي انا ما بحبش الزعل وليلي انت عايزة ايه وانا رايحك انا محتاجة الفين جنيه ضروري اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة مالك 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 م شوفت المالي السم أو أنا لو كنت سمعت كلامك دلوقتي وسبتك تقلب إذا لعبيتها في 3-4 ألف جنيه مش كان زمنها خسرانين فرصة العمر دي يعني أنت مش بديه أنه نتجوزه أبدايب على أنه من أنا وبعرف أزغرة قطة أمت عملتها بعدين لتاعت قادر واتفتحت لنا أنا وأنت وأنت تتجوزي وأحنا إحنا زي ما إحنا إحنا سنين مارتوسين الناس دي كلها يعني جات على الوادي السيس ده أيها بس أنا بحبك أنت عم تضل مش عايز أتجوز حد تاني تحب عمري يعني أنت أنت مش بديه أنه هتجوز حد تاني بنت تتجوزيني تعملي بيا إيه نشهت على بعد أنا وإنت بعدين ما أنا ما أنا أتقدمت لك أبوك يا هو اللي كراشني ولا نسيتي لو أدى لو أدى تتجوزي سنة أو الأتنين نقلبه فرشن حلوين بعدك هي تتطلقي بعدين أنا لما تقصت عليه تلعبت عن سوان يعني منصيره حيخونك وساعتها ما يمسك فيها وتتطلقي وليبقى مع بعض بقى بس وإحنا تهيل طب ودي حتجوزه إزاي ها يعني إيه إزاي يعني إحنا كنا بننايل إيه دلوقتي عبدالله وديك قلت بعضمة لسانك إنه مش يحبله بتاع نسواني يعني هيقفشني هيقفشني لا يا ما تشلش عامة من عدة دي قبل الفرح بأسبوع أخذك ونطلع على الدكتور عجب وهو يرجعك صغ سليم من كرطنت يا حبي مانك بقى فيه إيه هو أنت يا عبدالله أمرك ما حبيتني أنت مش غيران علي دينا حبيبتنا أنا في تحت عين على وش الدنيا وأنا بحبك إنه إحنا عال صغيرة إنما حب من غير فلوس مش هيعيش اسمعيني إنه هستحمل على نفسه وضع أنا كره بس هتعربي في الآخر إنه أنا بعمل كل ده عشان خاطر حبنا يعيش ونبقى في الآخر مع بعض عرف يعني مع بعض أقول لك يا قلبي أنا كنت محتاج ألفين جنيه بكرة ضروري ماشي يا عبدالله بس تستنى لما أنك هالكريم أخد منه حسن مش معي طب تخليهم ثلاثة وعلى قلبهم مؤدل كده حاضر حاضر يا روحي طب يا قلبي زفت اللي عندك ده نازل ولا نزل خمس دقائق ونزل على يد أول ما ينزل أكلهم معاش تنياو يا بيتو مالشي بقى يا قلبي كيس الأماشي بقى غالي أولي من دول وأنت عارفة أنا بعرف شرش بغيره أموت وعرف يتخلصوا مع بنا ليلي ها موسيتي أنا عايزي بكرة في الشقق الساعة 8 آه ما تضخريش زين فعي عبدالله كريم موجود ما تهدش نزل أخيره اللي عند أبوه ما تتصرفي أقولك إيه ما كشان نجينيش عليك حاضر حاضر إيد أعنست شوية يعني الشقة دي خلاص؟ شقة قولك البيت جلو أمر إزالة يعني هيقع وهنا عمل إيد دلوقتي همتقابل فين؟ أنا عارف بقى وأنت اللي من ساعة ما تجوزت وعملت نوعاتيني بالفلوس مش عارفة تطلع مقال إنه بمبلغ كويس كان زمان عنديني شقة محترمة دلوقتي تلمينا إيشيك حرم عليك؟ ده أنا بديك كل شهر مش قل من 10 تلاف جنيه وبعد احترع الكريم مئة ألف فيلم عشان أقوله أنا فاربتهم فين؟ وانت بردو بتصرفهم ع الزفت اللي احنا بندفعه دا هو؟ وأنا هعمل إيه يعني؟ وأنا لازم أشرب زفت مخدرات عشان أعرف أنسا إن بيت نامي في حضن واحد تاني غيري أنا ما قدرش تستحمل أنا ما شوفكش الواحدين تفكري فيه؟ ودير عبدال قوم وقف كده؟ تصوريني ولا إيه؟ ما تقوم توقف انت هتستغذراف خلاص انت غاوية تفصلينها خلاص كنينة اهو ايه بتاو هم وقف عيدة اه ايه رائع فاكري بيتي سعاد رضا المنقابة صاحباتي اه اه مالا انا بقى ممكن ادخلك البيت على انك هاي وكريم مش موجود وهو عارف انها صاحباتي قوي تطلع وتنزل بالنقاب براحتك وعارف انها لا بتسلم على رجاله ولا حتى بتتكلم معيه واثر منك حاجة وسيطة ايه بس اللي بتقولي ده خطر مصيبة يعني لا مصيبة ولا حاجة كريمة بيقعدش في البيت فترات طويلة وكمان ما بيشكش فيها خالص وانا بقى ممكن اعمل اي حاجة عشان اشوفك انا وانت الوحدي لا ايه طيب قولك ما ما تجي نوضع الملة الوداع الاخير نخلص الجوينت الاول الجوينت على النعمة فقر ايه اول ايه اول ما تتفيهوش يا هتضل بس بقى عبتش تسيبه بقى واعي واعي مسكي تعالى اقولك احاكم بس هول بقولك البيت عيوقع اكلمت كتري سرى الكريم وبوص لقيت بنتي جده عمالة تطميس عليك وانت اعمل علي فيلم عشان اضبطه شوية بس قال اشت بقى اصله سبت الله 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 يا طه من احنا ايه يا بيت انتي ايه متغير علي ولا ايه انا مغيرش ترعلي كنتي و بس يا عطل هلاه هلاه وحش ديها بيت بس ما أقولك إيه هي طالعة بتاعة البيت الأوكرونية دي اللي تزال فيها صح مع المموم مش أنا صاحبة القرار هي صاحبة القرار ديها واخدها يلا يا مدينة بالإذن يا أختي قد ألي شبناه من عفو أنا بقول كفاة كده لايإزعل ونخسر كل حاجة ونبقى بنقفل حنفية فلوس مفتوحة كفاة الفلوس اللي بديها لكل أول شهر وديكي شايفة اللي بعوزه بطلبه ولسه جايب لنا LCD لاش قلبك طيب قابل كده وخايف على LCD أنا عارفة بتعمل مع الأشكال دي إزاي قديك شايف قاعد بره مبلول بقول لكيه دوس على إبراحتك تنفيذ بطني عيل منك بقول لكيه أنا أخرج محكو دي الوقت بس أنا كل ما شد أنتو ترهو ثانية واحدة شاكي حيو أمر 14 طب بقولي بحيني بعشونا حيو يالو 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 أنه لن ندخل على مشاكل كبيرة في التراويز و تالو مسائلة مسائلات وقتها دكتور و الدكتور كريم فاهم دا طبعا أكيد دكتور رشاد قاله حاجة زي كده أولا ما وزيك فوصة لما قاله إن في استحالة الإمكانية أي تدخل جراحي توقيت ده بالذات بعد أربع سنين جواس أول مرة أحس إن فيها حاجة تحركت جواي ناحية كريمة لترجة إني ما كنتش طيقة أفضل إزاي أنا حبيت إنسان زي ده؟ وإزاي سيبته يسيطر علي ويعملني كده؟ ودي النتيجة موسيقى أيها بطل وصلت فين؟ يعني موسيقى وادخل عليك ده وحشتين يا موسيقى وأنت كمين؟ مالك كده مش محس إنك مبسوطة إن جاي أنا مش همراضي بس على فكرة مالك فترة كده مش عقباني أنت ليه بتقول كده؟ يعني حتى دلوقتي بترد عليها من تحت درسك من تحت درسي ولا حاجة؟ ماشي ماشي يا دينة أنا جايب نفسي دلوقتي وأشوف إذا كان عادي ولا مش عادي طب أقولك إيه؟ وأنت داخل ما تنساش تلبس النقاط مش معنى أنا كريم مش موجود إن إنت تدخل كده عادي تو... أنت حكيت يا كبتونتي أنت فيه إيه؟ فيه عبدالله مالك وأنا بقولك إنك مش مزبوطة بعدين سيزيفتي بتاعك دا كل شوية جبية صرته في جملة بفيدة وأنا اقولت إيه يا عبدالله مش معنى إن كريم مش موجود إن إحنا نستغطر دينة انت في هماني وأنا فهمك أبدأ أنا مزانك يا بدي انت تربية إيدي في حاجات بتحصل انت مش وقت بالك منها آس انا مركز آLET آية دينة حاجات زي إيه؟ خلي بالك عشان كريم أصلي كريم حياخد باله أصلي كريم بيعملنا حلول ومين دول كريم 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 إيه؟ حنيتي ولا إيه؟ إنت إيه؟ زمان ما كنتش بتطيق جيبي صرته إيه اللي حصل؟ بقولك يا عبد الله إنت جاي من البلد التاني عشان تتخاني أو عشان تتبسط اتمسى وقول يا مسى ماشي يا دينا حتمسى وما نشوف هنتبسط ولا لأ سلام سلام مين؟ مين إيه؟ مستنى حد غيري تاني هانم ولا؟ كريم؟ حبيبه 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 ايه يا عبد الله بقولك إيه؟ كريم عمالي مفاجأة وما كانش قايل لي وجاه وهو اللي قال لي أمه تاخد سليم فالي فورجة بعشان اللي اللي خلص بازت نعم ارا حمك وانا بقول لك جالك مسكندري عشان تقول لي اللي اللي بازت واعمل لي مفاجأة وانا احمل إيه؟ يعني وانا قد تعرف يعني انت ببساطة كده دلوقتي بتقول لي يروح عشان أنا حتى بقولك إيه؟ بلاش القسل باستبالة ده ما تخلينيش عالي سوتي وكريم في البيت وبعدين هو نامين مش كوزي؟ كوزي اللي انت أصري سنة أنا نتلوزه جاي دلوقتي تقول كده؟ أنا أسلوب سبلها دينا؟ طب ورحمة أمي ورحمة أمي ما حتبتي في حضن حد تاني غير اللي لا دي بقولك إيه؟ ما تخليش هاجي لغاية عندك واقوله على كل حاجة والله العظيم قتله لو حاكمت وبعدين أثبوطي كده احنا أقول مرة نعملها أقول إيه؟ تاكيد كان انت خلاص صح؟ المخدرات اللي حسيت نبوغك؟ ما يسمع الحكي عبدالله يجب معك طب خلاص اسمع أنا هكلمك كمان شوية على إنك سعيد ما تفتحش بوقك وما تردش على أي كلمة أنها أقولها لك وبعد ما أقفلها بعطلك ميسيج تيجي تريني الجارة ستطلع على فوق على طول مفاهم ولا مش فاهم؟ ماشي بس بسرعة بقى حسدوني ساعة حال وبعدين حضر ليها حاجة قولها شكعها سلامي خلاص مش بس بطلت حبك أنا بقيت بقرة يا عبطالة بحيات أم لا تكون آخر مرة تمسنا فيها بس عدي ليلة سورة أبقى ليك؟ يعني أبقى ليك؟ تفكرني إيه يا أستاذ؟ إزاي تفكر حتى أنك تتجاوز واحدة من المستوى ده؟ بس أنا كمانة أديك وجوهرها تبقى زمزك ألقى فينا واحدة باحترامك ده؟ بقولك صايع وضايع ومالوش مستقبل ومش الشخصية لأنا ممكن أبصرها خالص بس يتلقوني في الآخر ابنخالتي ومتربي معاك وتمسك تلفوني بتاع ايه؟ كنت أفشاني بخضن رجل قبل كده؟ أفشاني بخضن رجل قبل كده؟ مفيش قصح تلفون ياسي اتخلقت معاوه وقررت تسيبه البيت وتيجي لبقى لنا المهم الخاليات أخشي كده ضغير وجمع ودناموا انتو في القوضة اللي فوق وأنا هنم في القوضة اللي إيه؟ واضحة متلامة إن البيت المتروقية وكررتها في السماء لما شفت قدينتي محترمها وحفظها ما نفسك وكررتها لقيت إنه ممكن تبقى أفضل زكالي ترجمة نانسي قنقر 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 موسيقى أنا مش عارفة الفين ولا راح على الفين أنا شاكلي كده بسيب الدنيا الدنيا اللي كنت فيها وحشة وحشة قوية مع أن ربنا التانية حاجة كتير بس أنا اللي مستهلتش كريم يا عمال لي إيه عشان عامل في كل ده خدعته من أول لحظة موسيقى 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 اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة